تبدأ الإدارة العامة للمرور غدا الاثنين تطبيق ضبط مخالفات تجاوز المربع الأصفر عند التقاطعات والإشارات الضوئية حيث لا تقل قيمة هذه المخالفة عن 20 دينار ولا تتجاوز الخمسين وبالتوازي مع ذلك نفذت الإدارة العامة للمرور عدة حملات توعوية بهذا الخصوص لتوصيل مفهوم المربع الأصفر للجمهور ترجمة نانسي قنقر وتعرقل من انسيابية حركة المرور ونحاول أن الطابقة المربع الأصفر نقلل من الازدحامات وتكون انسيابية الحركة أكثر لدى السوق ترجمة نانسي قنقر من طريق النظام الموجود عندنا ورح يتم رسال رسائل نصية إلى السواق المسجلين معلومات صحيحة لدى الإدارة العامة للمرور بهذه المخالفات ترجمة نانسي قنقر نوجه لهم حق السيقين أولا أن يتريثون وعدم الاستعجال والتزام وراء الخط الأصفر في مسارهم لحين يكون المسار عنده سالة إذا أنت وقفت المربع الأصفر نزل الإسعاف والمرور والأي شخص ثاني الإشارة خاضلة عنده شون بيقدر يطوف إذا أنت وقفت إشارة خاضلة لكن السيد واقفت وقف وراء الخط الموجود لك عند الإشارة الطريق سالك تمشي ترجمة نانسي قنقر